مستوالي شو شبك؟ أنا لأيتها منيحة طويلة مستوالي مصابة منيحة أنا لا صعبة ولا تستوالي طرطيل واحد يمكن لي وقفت عليها هل تبعد تستوالي هل تبعد؟ هل تبعد؟ آخر سؤال آخر سؤال هل تبعد تستوالي هل تبعد تستوالي هل تبعد تستوالي هل تبعد تستوالي لانا شو كان جوابك أستاذ؟ شو كنت عم بتقليلي؟ أنا الحمدلله ما وقفت عشي كمان لانا ما بعلش بعت الرماركة على كل تلميذ بالتلميذ لانا هاي دي المرة بالمسابقة كنت فاد شوي التركيز بمحل معين وبين عندي من أول بارتي انو ما بعرف كيف اختارتي الانسامبل آ انو نحنا لما نعمل دلوسيون نستعمل فيول جوجي وبيبات رح تستعملتي الانسامبل آ يلي فيها أيرلين ماير وبيبات اختارة تابعنا؟ لانه بالانسامبل بالالف على عشرين عميت لي جوابها يعني الكالكول هون مبعرفي اما عميت على الكالكولاتريس كيف بشي غلط المهم بدنا ننتبه لكذا نقطة مين بعد بيعطيني رأيه بالمسابقة؟ أستاذ منيح الامتحام هكذا مطارح اشياء انو بده تركيز مثلا انا بآخر سؤال أستار اول شي اجيت لشتغل الواتر بروبورسيون دافيني ما كانش يمشي الحام جاعت انتبهت ان بدأت اشتغل اناليزي المنتاج دي ما بتثبط على الواتر بروبورسيون دافيني مبلا بتثبط انا زبطت مع عنوار هايته هلا اللي خلق من الستار هو سأن أجدوزان أو دو اوكي في جي بالمس مولار وبرجع بجي بالأن مش شايته صاح في ناس اجتغلتها فورمول أمبيري بس اللي جابة فورمول أمبيري جعل المس مولار هو بسونساز يعني جاء رأى الواتر بروبورسيون ديفيني مع الأكسيجن كمان مش غلط طب استاذ ازام عاك العلمات انو هنه يلا بتكون العلمات ايا بيطار منا موجودة 20 سوفان مريم حجازي دزنف ادمي تانيا زعرور دزنف ادمي علي حرز دزنف ادمي تالا حاوي دست انكاخ مايال حسيني دست هدا بسام ساز ادمي نجيب الامين ساز انكاخ جاد حمود ساز سارة ساز لانا كنز ادمي مريم عبد علي كنز انكاخ وارد كتورز ادمي انا انا جاي دوز انكاخ هايدي دوز انكاخ علي سرور البيئيين صاروا تحت الديس اللي ما طلع اسمه بحب يعرف علامته فيس أنا بقوله أنا ما بعرف يعني اللي موجودين اللي بحب يعرف علامته يبعتلي بقنا بقوله علامته هلأ أستاذ بالمجمل عندي 16 علامة نشهين فوق الدوز وعندي علامة ديس وعليمة ديس أدمي يعني كمان يعتبر كأكزامان أوفيسيال ماجح بدنا شوية شغل وعندي ثمان طلاب جايبين يعني بالست أنكار لل يعني ويت نوف ما فيه فهون في عندي مشكلة مع هاودي الأشخاص اللي ما طلعوا اسميعهم معلاش دايما بحكي عن هادي صايغ هادي فرحات كريم وحسان عز الدين أنتو الأربع أستاذ يعني ما بعرف شو بدقلكم أنا بتأسف عن جد رح قولة هاي دي من قلبي طالعة بتأسف أنه لقي أربع طلاب أو خمس طلاب هن مستهترين ما بدون يدرسوه ويكسروري معدل الصف لأنه أنا أكيد للبقيين حتى اللي جايب دوز وتريز وكاتورز أنا أكيد حجيب علامة أفضل إن شاء الله بالأكزامان أوفيسيال بس هاي دا التلميذي اللي جايب لي كاتخ إدمي وجايب لي سانك طب ما يا شباب وصبايا ما أنا قلتلكم أنا حقكم وأنا معكم ويلي عنده سؤال تكرم عينكم بس ما حدا يجيب لها العلامة أنتو بتعرفوا خاصة أنا قديش بكون من تبي وعن بعضي شو بتكون يعني أكتر من طاقتي بصف شهادة لحتى أخذ نتيجة تكون كتير منيحة فليه بدوا ييجي سبعة اثمان أشخاص يعني متل ما بقولوا يكسروا لي هالنتيجة مش لأنه هن ما فيهم هن ما درسوا هلا بين هوا تمان طلابي اللي جايبين تحت الديس أنا بعرف في اثنان اثنائة بيتجاع بتحسن وضعهم بس أنا بدي أحكي بكل صدق عندي هوادي الشباب الأربعة من أول السنة بحكي معكم وما عم تسمع هلا هون تقل عم بسمع الحكي الكريم لوحده موجود البقين مش موجودين من هربنين فانت وصلهم الحكي الكريم أنا إذا عم بحكي مش عم بحكي لأنه أنا عندي شي ضدكم أنا عم بحكي أول شي كرمالكم وكرمالي اي أنا هون عندي غيري على علامة صفي بصف الترمينال أنا بمبسط وبشوف حالي بطلابي أكتر لما بيجيبوا كلهم علامات منيحة وهيدا الموضوع رح أحكي معكم أنتو الأربعة بالذات بين وبينكم هلأ بدي خلص كرمال ما اخد من وقت البقين يلي جيبوا علامات منيحة بقال لكم ميرسي كتير ويعطيكم ألف ألف عافية على شغلكم يلي جيبوا علامات متوسطة بقال لكم كمان يعطيكم ألف ألف عافية على درسكم بس كيت متوقع أنه في محلات حتغلطوا فيهم استاذ لأنه برجع بقال لكم غلطوا فيهم هون بتصححوا غاراتكم إن شاء الله بالإجزامان أوفيسيال وأنا كل نسئة فيكم أنه قادرين تحسنوا علاماتكم بعد وهيدا المسابقة رح لكم إياها النفو يلي إليه ما إنه نفو سهل فيي أنا حطوا من جهة الصعب مش صعبة بس هي بتروح عجهة الصعب أكتر من إنه سهل لأنه بتعرفوا هيدا إجزامان فينال مش الهدف إنه أنا بدي صعب مسابقة الهدف شوف النفو بالصف كيف حيكون أنا فعليا مبسوط فيكن مبسوط بتعبكن وبدارسكن خلونا نبلش هلأ نعمل كوريكسيون إستاذ ويلي كل حدا رايح له نص حتبقوا تاخدوا مسابقاتكم هلأ ما في ضيق وقت صدقوني لحتى فتش بكل مسابقة حدا لو سمحتوا بعرف إنه بتهتموا وين أخطاقكم بس فيكن تاخدوا الوراق تبقوا من المدرسة حتى اللعن أنا بكرا انشاء الله تخدو هنو قتوفوا أخطاقكم معكي الحالين كين رايح لونس قوليح لربع من هن ربع من هن نبقى من حكي بها الموضور شكرا étude cinétique de réaction chimique l'objectif de cet exercice est d'étudier la cinétique de la réaction entre l'acide oxalique et une solution acidifiée de dichromate de potassium K2CR2-O7 en une température T1 et à l'instant T égale 0 en mélange l'Nel con un psyco-alam ou un tubodonné حتى il y a 100 ml من l'acide oxalique de la concentration مع أستاذ عملنا screen sharing أستاذ بس أحطي الانتحان قدامنا أستاذ عملنا screen sharing أستاذ عملوا screen sharing يلا لحظة شوي بكرا معاكم ordinate le anom sistemas dans la l'h هلأ الثانية فيك تحكي فيك تشاركي أكيد ومن البجاء بحكيان وهيكي الثانية عزام بعدين كرميل الامتحان أم تبتعاملي حسنا أستاذ ما بعف إذا بعض الثانية معنا هم إذا ما بعض الثانية معنا ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي قبل 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 نانسي نانسي قبل 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 نانسي قبل